اشتركوا في القناة وأباح التجارة وأباح الكسب فقال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فالتجارة مشروعة والتربح مشروع غير أنه لا بد أن يكون عن طيب نفسه لا بد أن يكون بطريق مشروع لا بد أن يكون بطريق حلال لا أن يكون بطريق محرم فإن الكسبة الناتج عن كذب عن تدليس عن تحايل عن غش كل هذا حرام فعلى كل إنسان أن يحافظ على أن يكون كسبه من حلال حتى يكون طعامه من حلال وحتى يكون مشربه من حلال فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يحرص الإسلام كل الحرص على أن يكون نبت الإنسان من حلال ويمنع ويحذر كل الحذر من أن يكون نبت الإنسان ومنبته من حرام فنجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجهنا إلى أهمية أن يكون الكسب مشروعا حلالا يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة لحم نبت من حرام وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به إن الشرع الشريف يسمح للإنسان بل يطلب من الإنسان أن يعمل وأن يجد وأن يجتهد وأن يبيع ويتاجر ويشتري كل هذه الأمور متاحة ومباحة حتى يحصل الإنسان على كسب لكن لا بد أن يكون الكسب من طريق مشروع وإلا كان كسبا خبيثا يحاسب عليه الإنسان في دنياه وفي آخرته الله سبحانه وتعالى أمر المرسلين أن يأكلوا من الطيبات وفي نفس الوقت أمر المؤمنين كذلك أن يأكلوا من الطيبات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالح إني بما تعملون علي وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فطلب الحق سبحانه وتعالى من الرسل أن يأكلوا من الطيبات كذلك طلب من المؤمنين أن يحافظوا على ذلك وأن يأكلوا من الطيبات هذا الأكل وهذا الكسب المشروع هو أحد الأسباب التي بها يستجيب الله عز وجل دعاء الإنسان كثير مننا يدعو والكثير يرجو أن يحقق الله عز وجل له دعاء إن أحد أسباب تحقيق الدعاء وأحد أسباب الاستجابة أن يكون الكسب من حلال فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا ربي يا ربي ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك كيف يستجيب الله عز وجل دعاء من يعص الله عز وجل إن الإنسان إذا كان كسبه من حرام فإن معنى ذلك أنه يعص الحق سبحانه وتعالى إن معنى ذلك أنه لا يسير على الطريق المستقيم إن معنى ذلك أن هناك مخالفة إما كذب إما تدليس إما غش إما تحايل وهكذا لذلك على كل إنسان أن يحرص على أن يكون طعامه وأن يكون كسبه من حلال حتى إذا ما دع الله سبحانه وتعالى استجاب الله دعاءه حتى إذا ما جاء يوم القيامة وسئل عن كسبه هذا يكون رده سليما يكون جوابه حاضرا يكون جوابه صحيحا فيقول يا ربي أتيت به من حلال وأنفقته في حلال لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى أهمية هذا الكسب الحلال لأن الإنسان سيأتي يوم القيامة فيما سيسأل عنه الكسب والمال من أين اكتسبه من أين جمعه وفيما أنفقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من هذه الأربعة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يرزقنا رزقا واسعا حلالا وأن يبارك لنا فيه إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته